قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبورديني إن صفقة القرن لن تمر دون موافقة الشعب الفلسطيني مؤكداً أن القيادة ستفشي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية كما أفشلت عشرات المحاولات السابقة وأعلن أبورديني أن القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات على كافة المستويات للإعلان عن الرفض القاطع لأي تنازل عن القدس وستدرس الخيارات كافة بما فيها مصير السلطة الوطنية مضيفاً أن أي قرار سيخرج سيكون مدعوماً عربياً ودولياً بدوره أكد أمين سر لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور سائب عريقات أن أي حل لا يستند إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس وحل قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية مرفوض جملة وتفصيلة وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور أحمد مجدلاني إن الإعلان عن صفقة القرن في هذا التوقيت يأتي خدمة لنيتنيوهو في هذه الانتخابات المقبلة مؤكداً على أن أي مشروع يستبعد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود هو مشروع مرفوض